موسيقى وثنان الفن وثلاثة ومفروض انه بدعم الأفكار بالخارجين هي مسبقة بالتعمالها الجامعة الأمريكية في عنا النهاردة انضiğنا فيـ الـSstuديو اثنان من المتسابئين فى المسبقة الجامعة الأمريكية معاوس us جورج جدل ومحمود زلين صباح الخير صباح النار في البدايةى خالص عايز عارف أنتو خرجلينا اليه Warehouse انا خارج كلية هندسة مش خارجنا طالب بكالوريوس هندسة انشامس قسم 2 أنا بكالوريوس هندسة انشامس, كسم كهربا كرائبا في زي ما كنت نوعيته على الأول خلص ان هناك مسابقة تتعمل في جامعة أمريكية فياريت تكلمون انها استفادوا اكت顆 عن المسابقة دي وعن بالذات مؤسسة انجازه بالذات في بس ملخوظة المسابقة أساسا من قول دبي انجاز انما هي المكاني سنتينهة بس هتكراه في جامعة أمريكية فمش هي التعامل في جامعة الأمريكية مؤسسة إنجاز إنجاز هي المؤسسة إنجاز هي المؤسسة اللي عملت هذا البرنامج وهو المفروض يتعامل كل سنة في مكان السنة هيتعامل بس في الجمعة الأمريكية جمعة الأمريكية مجرد المكان مستضيفة إنجاز دي هي الموضوع من 2003 كلموني عن إنجاز الأول إنجاز هي مؤسسة بتهتم يعني بتنمية الطلاب بوقت الجمعة وكمان وقت المدرسة بحيث يطلعهم مؤهلين إنه هما يكونوا فيه بيبقى فيه بيبقى فيه فرق بين سوء العمل الاحتياجات بتاعته وبين الطالب لما بيتخرج ده صحيح فالمؤسسة دي بتعمل زي برامج البرامج دي بتبقى شوية بتحاول تتوفق بين النحيتين يعني بحيث الطالب يخرج يبقى مؤهل يعني هل هي بتعمل مصابقة فعلا يعني هي بتعمل مصابقة نشرحولي اكتر ونشرح سادة المشاهدين عن المصابقة اللي بتعملها للخارجين عشان تدعمهم هي المصابقة بشكل عام فكرة المصابقة الشركات دي هم بيعرضوا علينا ان احنا مثلا ازاي نبني شركة فبيتجمع حوالي 25 طالب بيتفقوا منهم ومن بعض كده ومعهم الانستراكتور من انجاز الشركة اللي عايزين يعملوها هي عبارة عن شركة ايه وإيه المجال اللي هتخدم فيه وكل واحد منهم بيبقى افتخاصص معاين في الشركة لان بيبقى فيه نفس جميع الاقسام اللي في شركة العادية قسم الدعاية وقسم المبيعات وقسم التسويق ده تدريب كويس جدا بيبقى سيموليشن لشركة حقيقية يعني كأنها شركة حقيقية بس لطلاب لان دايما لو تبتكروا احنا في الجامعة كانوا دايما يقولوا لنا الحياة العملية حاجة وانتو بتروسوه حاجة تانية خالص فده كويس قوي الميزة كمان عندها ان هي يعني فعلا معظم الناس ممكن عندها افكار بس متعبش ازاي يبدأ البزنس بتاعها او يسوق فكرته او حاجة ذاك فاللي هيخش في التراك ده بتاع المسابقة بجد يعني ممكن مجرد ما يخلص ويتخرج يبدأ الكريب بتاعها ويعمل البزنس بتاعها ايه شروط التحاق بالمسابقة دي ايه شروط معينة هي المسابقة بتعلن عنها انجاز بتنزل الجامعات وتقول ان هي تبتدي المشروع بتاعها والبرنامج ده يبتدي يتعرض ويعني مثلا احنا عندنا في جامعة انشامس فيه اوفيس اسمه كي كي هو كريا ديفولمنت سنتر برضو بيهتم بتانمية الطلاب بيبقى بالتعاون مع انجاز الطلبة بتتقدم للمكتب ده والمكتب ده بيعمل زي الفلتريشن ويختار الناس اللي هتروح للمسابقة الفلتريشن ده بيزد على ايه بقى تست بيبقى تستات تست بسيط اه هي بيعملوا للطلبة اللي بيبص التست ده خلاص كده بيعتبر تسجل في المسابقة بس هم بيوزعوهم فيما بعد كده بيتقسموا بقى للفرق اللي هتروح لانجاز الانجاز 25 طالب وده على مستوى كذا جامعة في مصر اه ما كنت لسى بدا سؤالي اللي جاي بقى عرض جامعات المشاركة في المسابقة هو المفروض ان هي على مستوى مصر كلها بس اللي انا عرفه اغاية دلوقتي تريم في حلوان القاهرة وعين شمس اسكندرية وطنطا طب يا رب انتو بتتكلموني عن المشروع اللي انتو مشتركين بفي المسابقة السندي طبعام اه هو جورج هيستح الفكرة بشكل عام وهنتكلم في العام وهنتكلم في التلزل انتو بتتكلم مع بعض نفس فكرة ولا اه اه احنا في نفس الشركة اه احنا في نفس الشركة احنا عاملين شركة اسمها اكسولوجي اه اه ام شركتنا منطقة البساطة هي بتعمل اكسسوريز اه مش الاكسسوريز العادية اللي احنا بنشوفها لا هي بتبقى حاجات اساسية اكسسوري اي بقى اوكي هاوي اكسسورات دي بتتفهم عندنا احنا عندنا بتتفهم عندنا بنات يعني حاجات بتاعت البنات لا لا مثلا احنا عاملين اكسسورات للعربيات عاملين اكسسورات للكتب حاجات زي كده يعني احنا شغالين مالي في اتجاهين اتجاه بنتعامل به مع العميل او الكنسيومر والتجاه تاني بنتعامل به مع الشركات بيبقى بيزنس تو بيزنس وبزنس تو كونسيومر بيزنس تو كونسيومر احنا عاملين منتاجين لحد الوقت والماركتنج دي بارتمنت تطلع افكار كتير أول فكرة كانت بسكت عربيات بس مش البسكت العادي بسكت يكون كرييتف شوية الفكرة التانية ودي مطلوبة جدا لحد الوقت من الماركت ريسرش اللي اتعمل عاملين حاجة بتتحط على صفحة الكتاب تماما تكون منورة من غير ما اللي جنبك أو اللي حواليك يكون بيتئذي من النور ولا عنيك بتتئذي من النور الصفحة كلها بتبقى منورة وحاجة ايكونوميك كمان هي حتى في ناس بتحب تقرأ قبل ما تنام بليل أو كلام دا كله في الغرفة بيزعجوا الضوء ولا حاجة هو حاجة موقع النور قطع عايز زاكر دي حاجة الحمد لله موجودة جدا ودي من أكتر حاجات اللي ميزتنا في البرودرست اللي عملنا وفي حاجة تانية ميزتنا انه احنا شغالين زي ما قلت لحضرتك في البيتو سي والبيتو بي اللي هو اتجاه الشركة بتتعامل مع شركات تانية فاحنا وريدي بنوفر لشركات تانية كتير ان احنا لو هم عندهم احتياج معين في برودوكت او في منتج مش عارفين مش عارفين يوصلوه فاحنا بنعمل الديزاين بتاعو ونوده لهم وعملنا ديلز مع شركات ملتينشنر طب حلو جدا مبروك بس عايز اربع دور كل واحد فيكو في الشركة ايه؟ انا مسؤول عن انا مدير المبيعات في الشركة وانا مدير التسويق والاعلان في الشركة حلو جدا طيب هل بيبقى فيه اشراف من اساتة الكلية على المشروع ده ولا كل واحد؟ لا هو فيه اشراف من مؤسسة الانجاز هما بيبعثوا مع كل تيم انا مقدم من الانجاز بسنا بكلم على الكلية لا لا كل ايه من الانجاز بس ان هي الطلبة بتوعها بيشاركوا في المسابقين بس الاسم تحت اسم انجاز ومن جامعة عنشها بس اوكي تقريبا كتاب فيه كم واحد في المشروع؟ هما التيم متقسم حوالي خمسة وعشرين ممكن يقل بس ان ما ميزيتش اكتبوا كده تقريبا ان هما خمسة وعشرين تقريبا يعني هما فيه حوالي تمن او تسعة دي بارت من في الشركة زي اللي موجودة في اي شركة يعني احنا مش محتاجين اكتر من الخمسة وعشرين تقسموا مثلا في كل سمودة دي بارت منت حوالي ثلاثة بايس مع المانة دي شارزة خلص تمام حالب خلينا احنا مفروض معنا صور للاختراع بتاعكوا؟ ده الجوجلو الجوجلو بيتحط على الكتاب زي ما انتوا شايفين وبينور الصفحة تماما ومش موزي لعين لقطاع كبير جدا من البشر يعني بزبط وهي دي من ضمن الحاجات اللي ميزيتنا في حكاية اختيار البرودكت نفسه ان احنا عايزين حاجة متبقاش لسنجميلة معين من الناس يعني مش عايزة خلي حاجة مثلا اكسكلوزيف على المهندسين او على الدكاترة حاجة معظم الناس تستفاد منها فدي مش موجودة غير بارة ففكرنا ان احنا نعمل الفكرة دي عندنا فمصة وبتكلفة دي بتتباع حوالي بمئة وعشرين جنيه بارة لو جتلنا حتى استورطناها بيتباع من مئة وعشرين او من تسعين جنيه كمان لحد مئة وثمانين جنيه اوكي تابوتين اللي هو الكب ده السويبن ده بسكت العربيات بيتحط يا اما على الفتيس يا اما في ظهر الكورسي والماتيريال بتاعته كويسة جدا ده حاجة دي تفيري سيمبل بس شيء شوية لان في قابلنا برضو ناس كتير اوه وكنا عملنا بحث مع الناس عندهم عربيات وكناب زي كده فبيواجه مشكلة فعلا في حكاية الزبال ايوه يا ايوه اولا هم اشتري ايوه 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 ايمة بلمية لما معك كيس في العربية ومتقضبين المغارض والكيس با بيبقال الشكله حلو طبعا وخصوان بعد الثورات اتجاه بقى ان الناس كلنا بقى ننظف بلدنا ونحتم باللدنا وكدا فافكرنا بفكات هذه عملية جدا وحتى شكلها برضو أو طريقة تعليقها سهلة انها مفهام البديل لها تقريبا حتت صندوق كده هو بلاستيك وما بيعافش يعلقوه قوي حاجة ومش بيقدل وظيفة بتاعته بالظبط طيب انا سؤالي سيزك سنة في الحالة اللي جاية زي يعني معلش انا بس عايز عارف ان دروقتي انتو عملتوا المشروع وانجاز ساعدتكو فيه الخطوة لبعد كده بتكون ايه طيب المفروض ان احنا هنخش المسابقة دي عاملين نيكوديشن اولا ورجعنا للناس فلوسة وكل حاجة تصفيه صفينا الشركة عشان نخش المسابقة لازم نصفي الشركة عشان نباين الناس ان احنا كسدنا لان عشان دtro يستطف الشركة لاهم بدي بيروت وبرجعاء نناس كمان عقدي ربح وحاجة زي عشان ناخش دخلنا المسابقة دي عشان السبب الاساس بتاعنا ان احنا عادي نفوز بال letzteامر او تمويل هينجازة بتكون تمويل تمويل عشان الشركة تتحول من شركة طلابية تخيولية لشركة حقيقية باتكمل شغلاعة عادي كأنها زيازة اي شركة وموجود ناس.. يعني فيه عي بيس كتير وناس من رجال أعمالت عندين في مص موجودين في الده ده عشان هما اللي يختاروا الشركات اللي هم حاسين انها في العالم تقدر تكمن تقدر تكمن كويس كتن وتخدم والمفروض احنا بس يعني دورنا ان احنا نقنع الناس ان شاء الله ان احنا بيعان شوطين يعني لا نقدر نقنعهم بقيمة اكسولوجي واللي تقدر تقدمهم للناس طبك تكلموني بها اكتر عن المسابقة نفسها يعني انت قلتولي ادري الوقت ان اللي هيفوز بالنسبة او اللي هيفوز بالتمويل صحيح؟ هو فيه عشر جوائز السنة دي اوكي والموضوع اختلف شوية كان زمان بيبقى جايزة للتيم الفائز وخلاص الفريق الفائز حاليا الموضوع اختلف خلوها عشر جوائز لعشر شركات تقريبا هيبقى فيه جايزة برضو بس للتيم الفائز بس العشر جوائز دول مفروض كلهم تمويل عشان الشركات دي تبتدي تتفعل او تتوسق وبعكية اشتغلوا شغلهم الطبيعي في السوق حالو جدا هل فيه مشاكل وجدتكنتو شخصيا في المشروع بتاعكم؟ اكيد يعني مبدئيا ابتدى الموضوع من احنا نكون بنطلع فكرة المنتج اللي هننزل بيه واذا كان منتج او سيرفوس لو كنا هنقدم سيرفوس في الورجنيزيشان استابليتي او ان انت تكون بتحافز على الاستابليتي بتاعة الشركة من غير ما يكون فيه خلل جوه المشاكل طبعا في التصنيع وازاي هنصنعوه مشاكل ان احنا نكون بنوصل للشركات عشان نقولهم ان احنا شركة طلبية ونقدر نديكم المنتجات بتاعتنا او لو انتو عندو احتياج ينحنا نعملوكو المنتج دا مشاكل في الفلوس يعني احنا عاملين اسهم وبعناها لاصحابنا زي الشركة العادية اللي بتعمل لو عايزة تبقى مفراص مال بندخل معنا حملت اسهم يشاركوا معنا فراص المال وبنقنع لهم ان فيه بروفت على الساهم وكل وفعلا ده حصل يعني في التصفية بتاعت الشركة اللي احنا عملناها رجعنا للناس الاسهم بتاعتها بزيادة ربح طب حلو جدا وفترة قصيرة جدا يعني حتى اللي بيحطوا فلوسه بالبنك او بيفتكر ان ده استثمار البنك بيديول حوالي 10% في السنة 9% 10% احنا مرجعينه ب11% احنا مرجعينه 11% والسيكل كانت تقريبا 16% 16% انا متفاقلة بكم ان شاء الله طب ام يعني انتوا زي ما بتقولوا انتوا تقدمتوا بالمشروع ده لأي جهات تانية مختلفة لا هو حاليا المفروض بس ان احنا بنفوكس على المسابقة لان مرحلة الكلانات الاتصادية او ان احنا نتعامل مع شركات ونبتدي انفعل الموضوع ده المفهول ان شاء الله يجي بعد المسابقة انما احنا حاليا بس بنحاول نفوكس على المسابقة عشان ناخد التمويل المطلوب ويأهن ان احنا بعد كنا نتعامل مع احد في السوق بشكل اسم ايه خلاص المسابقة بكرا اه بتمنى لكم توفيق يا رب ان شاء الله وطب الخطوة اللي جاي بالنسبة لكم هتكون ايه ان شاء الله طيب ان شاء الله لو احنا ان شاء الله لو كسبنا او حتى لو خسرنا احنا نوين ان شاء الله نكون بنكمل وان شاء الله لو كسبنا واخدنا التمويل هنكون بنكمل ونتسجل الشركة عادية ومش بس هنكون بننتج المنتجين دول لا احنا وردي مطلعين افكار كتير هنكون وجهدنا طبعا مشاكل في الصناعة هنكون بقى بنقدر نعملها لان او ردي هيبقى معنا التمويل وخصوصا العوامل الحمدلله اللي هي المفهول تكون محتاجينها عشان نكمل متوفرة اولا حملة الاس المقتنعين بالشوال اللي عملناه وحسوا بقيمة الشركة والعائد الربح اللي جاء لهم كمان بساطهم ثاني حاجة ان احنا الحمدلله عاملين ديلز مع شركات مكملة احنا بس موقفنينها عشان المسابعة فده برضو بيدينا امل ان شاء الله نحنا نكمل معاهم طب احنا مفروض انت هالي دينا مخرجتنا كتلس تقول ان احنا فيه اكاونت عشان نقدر نصلوكو اه بزبط ده الموقع بتاعنا اكسولوجي دوت اورج وفيه فانبيتج بتاعتنا برضو اسمها اكسولوجي على الفيسبوك وتويتر اكاونت برضو هيولو موجود فيه داتا كتير الحمد للسوشال ميديا ممكن الناس تفاعل معنا من خلالها ان شاء الله يا رب ان شاء الله كان معنا نهاردة محمود زيدان وكان معنا جورج جدال بتمنىلكو التوفيق يا رب بكر في المسابقة وفعلا سيما جورج قال حتى لو مكسبتوش في المسابقة ده مش معنا نهاية الطريق ابدا بالعكس ممكن تكون بداية الطريق بطريقة تانية خالص بس اما حاجة طول ما الواحد عنده افكار وطول ما الواحد عقله شغال هو ده اللي بيكمل تمام صح هو بس ندعو الناس ان شاء الله تشاركنا بكرا في الايبنت ده حتى على مستوى الشباب الناس هتستفاد جدا من الخبرات بتاعت الافكار حتى بتاعت المسابقة ويتعلموا من الناس ان شاء الله يبدأوا ازاي حتى فكارينا ممكن معلش بس اشكر بجد التيم بتاعنا لانه فعلا تعب قوي وبازل مجهود خرافي في ست شهور عشان يطلع الاوبوت ده فبجد عايز اشكر التيم كله بكل الناس اللي فيه مش عايز اقول اسمها عشان منساش حب بس مرسي الاكسولوجيا باتمنالكو توفية رابو باستو بلاك بوكرا في المسابقة باتمنالكو باتمنالكو